اتا حسيسي اتا 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 ما لقصت كده بطريقةٍ فكاهيةٍ ممتعة وظهورٍ خفيف الظل ولهجةٍ مصريةٍ جميلة مع عشرات المعلومات العلمية المفيدة والقليل من الخيار والتفاح جذب قلوب الشباب العربي واعادهم لمقاعد الدراسة لكن من وراء الشاشات الدحيح كما يطلق على نفسه واحمد الغندور كما هو اسمه باحثٌ وصانع محتوى مصري ويوتيوبر والدحيح بالتأكيد ابو حميد كما يلقب نفسه ولد في الثاني عشر من مايو عام اربعةٍ وتسعين وكما يعتقد الجميع فقد حصل على التفوق الدراسي بقوة حتى وصل للجامعة الامريكية في القاهرة وتفوق فيها من جديد وبالتحديد في دراسة علم الاحياء بكلية العلوم مسيرة الدحيح لم تبدأ قويةً وملئةً بالمال ففي عام الفين واربعة عشر بدأ بنشر بعض الفيديوهات على يوتيوب وهي الفكرة التي جاءته بعد مشاركته بمسابقةٍ علمية كانت قد نظمتها القنصلية البريطانية وتدور حول طرح فكرةٍ علميةٍ في ثلاث دقائق ليعجب به الكثير حينها بسبب فكاهية وبساطة شرحه وشجعوه على اطلاق بعض الفيديوهات على يوتيوب فاستعان بكاميرا اخيه وقماشةٍ سوداء من امه وبعض الاضاءة الخفيفة لينتج اول الفيديوهات في ذات الفترة استمر بالدراسة واختير مديراً عاماً لاتحاد الطالبة في الجامعة كما اختارته الجامعة لتقديم برنامجٍ حول الجامعة وشؤون الطلبة في عام الفين وستة عشر حصل على الباكلوريوس بالعلوم التطبيقية وخلال كل تلك المدة كان قد حصل على ملايين المشاهدات ومئات آلاف المتابعين ما جذب الانظار نحوه من قبل الشركات الانتاج فقد بات معروفاً على نطاقٍ واسعٍ بالوطن العربي بسبب طريقته المختلفة عن الجميع واستخدامه الكوميديا المبهجة في تقديم المعلومة كما اعتمد على طريقةٍ لم ينفذها احدٌ من قبل وهي ما تسمى بالعلم الشعبي اي دمج شرح المعلومة مع اللهجة والطريقة الشعبية بعد تخرجه قرر الاتجاه لجامعة هونج كونج لكنه اعاد للعمل في مجال صناعة المحتوى فقد تعاقدت معه قناة اي جي بلاسك بريت وسريعاً حصد الغندور الملايين من المشاهدات وكان ابرز الموجودين على القناة وفي يونيو من عام الفين وعشرين اعلن الغندور توقف برنامجه الدحيح بعدما استمر لثلاث سنوات متتالية وذلك بقرارٍ من القناة لاسبابٍ انتاجية غياب الدحيح عن عالم السوشال ميديا اظهر حجم جماهيريته في العالم العربي حيث اطلقت عشرات المجموعات والهاشتاغات المطالبة بعودته من جديد اشهر قليلة واطل الغندور من جديد حيث عمل مع منصة وهذه المرة في برنامج كوميدي ثقافي باسم متحف الدحيح وعرض خلال شهر اكتوبر من عام الفين وعشرين لكنه لم يستمر على المدى الطويل ما اعاد المطالبات مرةً اخرى وبعد عامٍ بالتمام من غيابه على منصة يوتيوب ظهر لاعزائه المشاهدين من جديد وذلك في يونيو عام الفين وعشرين في برنامجه الدحيح على منصة نيو ميديا اكاديمي وخلال يومٍ واحدٍ فقط حصدت الحلقة الاولى اكثر من مليوني مشاهدة وارتفع عدد المشتركين فيها من مئة الف مشترك الى نصف مليون مشترك ليعود الدحيح من جديدٍ للشاشات ويحصد الملايين وبعيداً عن مسيرته الرهبة لابد ان نذكر بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير فالغندور على طول مسيرته لم يحصد اقل من نصف مليون مشاهدةٍ على كل فيديو نشره كما تواجد اسمه في قائمة الاشخاص الاكثر تأثيراً في العالم العربي عام الفين وثمانية عشر واختير في ذات العام في قائمة رواد الشباب العربي من قبل مركز الشباب وفي العام الذي تلاه وضع في القائمة القصيرة وذلك لجائزة اي بي سي العالمية لاكثر الشباب المؤثرين في الاعلام واليوم لا يزال الغندور من اكثر المؤثرين في العالم العربي بسبب بساطته ووضوحه وجمال المعلومات التي يمنحها للمتابعين وبالتأكيد بسبب الخيار والتفاح المرافقين له ايضاً. وانت اذا كنت من متابع الدحيح شاركنا رأيك فيه.